السلام عليكم بخوتي وشاركو بلعبة سبخير كما شتو جيناكو بالاخبار هادية اجمالية شوية اخبار هكذا على اللاعبين اللي شتوهم في التصور وهذا فيديو اللولا نتعليوما والعشية تانيك مور تمنين ديرتانيك فيديو نخصوه بالناصر ما نحكوش على الاخبار وانما نعطوه التحليلات ونعطوه التفاصيل اللي حبي يشوف الفيديو بين مانشستر سيتي و باريس انجر ما شكون خير وعلى شاعة غوار ديو اللي حبي يجيب وكذا نعطوه واحدة تحليل مهمة جدا ونسحقكم تانيك الرأي تاعكم ووش رح يكون انا نمد رأيي في الموضوع وانتو ما تمدوا رأيكم في الموضوع نبدو بالاخبار هادا راكوشوفوا الصورة هادية علامة تعتزاير كانوا يحكوا على برشالونا وكذا شت العلامة تعتزاير سما حاجة تفرح هادا في الجاري دا ديرت موضوع قامة وشت عزاير وتشوف العلامة تعتزاير نبدو بالاخبار ريال مادريد كما راكوشوفوا الصحف هادو ما راهم يحكوا بزاش صحف حكوا عنده هذا الخبر عنده واحد اليومين لا تلت ايام وهو عندي على كل حال كان اخبار اللي راهي قديمة كما تعيسين بنزية تاني كان عندي وما درتوش هادو اللي كنت موجدهم لولبارح وما درت عليهم فيديو يقول لك ريال مادريد ان ادارة ريال مادريد فلورنتينو قال لك تعلينا رسميا تسمى عندها انطلاق الدوري الاسباني ما رحش يلعبوه في المقابلة في البرنابيو وانما رح يلعبوها وين راهي انطلاق الدوري لان يلعبوه في البرنابيو بل في ملعب التدريبات وهو ملعب تاع الشباب تاع الشبان تاعهم الفريدو دي ستيفانو رح يلعبوه فيه قال لك وهذا لسبب اكمال اعمال الترميم في البرنابيو ثم اوفيسيال ما رحش وش رهم يقولوا باللي واسموا الادارات اكدت يعني رسميا باللي ما رحش يلعبوه في البرنابيو لي ماتش هادو ما اللي رهم جايين هنا نجو على ياسين بنزية كما ركو تشوفوا فوتمركاتو هادية رح يتهدر على ياسين بنزية تقول لك باللي دار عملية جراحية لان كانوا عنده كسور بزاف في يدو يخي دارنا باللي دار اكسيدون كسور يعني بزاف قال لك وكانت جراحة كبيرة وقال لك لازم له جراحة تانية وهنا يا امر لي كما اقولوا الشيء المفرح انه قال لك باللي يعني هاد العملية هادية وهذا كما اقولوا الحادثة هذه ما تأترش في المستقبل الرياضي تاعوي يعني هادية خلاص يعني على حسب وش راي تقول جاريدة والحمد لله يعني الحمد لله بزاف بزاف نحكو على حسام عوار على حسام عوار كما ركو تشوفوا له هنا الجرائد داع ره يتحكي باللي كما اقولوا احكي نديجة في الموضوع هذا على هديك اللي دايما يقولوا لي حكينا 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 الموضوع انه حسام عوار راه رايح في الصيف هدايا تقريبا ميا بلميا كما راهم يقولوا الصحف هدي قال لك راهوا قريب اللايو في قال لك و باري سان جرما راهوا داخل في اللاب كما يقولوا راهوا مهتم بزاف بشي ديه و وسمه و وماشيستر سيتي راهوا تاني كما مهتم هادا تسمى الامور اللي رام يحكوها ويقول لك باللي يعني راهوا رايح نجود كل خبرت ساعد بن رحمة ساعد بن رحمة اول جريدة اللي بدت تهضر في الموضوع هدايا بعد المدة اللي فاتت فاتت مدة كبيرة قالوا لي ديجا بعتوا لي مقبل بعتوا لي قالوا لي بللي راه هم كيفاش انتايا تقول بللي ساعد بن رحمة ما راهش اوفيسيال بللي تشالسي كما قولوا تقدمت ليها بعرض رسمي وسمعت واحد الكلام تاني كمان داك يقولوا لي بللي انتواش ما راكش حابوا يروح للشالسي كما قولنا بللي الجرائد دار ما رايش تأكد ياخو يا انا جبت لك الفوت واسمه ساعد بن رحمة بانه راهو راهو في الفوت داع شالسي اسكو مليح يروح للشالسي ولا لا لا وانا اول واحد فوطيت هادي عندها واحد اليومين يعني ما تقراش الافكار تحب نجي نكدب عليك ونحط لك العناوين تعال الجرائد ونقول لك هاي لك راهي اوفيسيال هاديك دب الراس كنتايا وانما انا نحكي وش راهي تقول الجاريدة والمصدر الرئيسي اللي قال الاخبر علشان دايما نقول لكم بللي شوفوا كي تقرأوا الجاريدة ما تقرأوش العنوان هاي قلتا ونعاودها انا هادي هي الطريقة التي عينها بطل التحت ونجيب مين جابوا المصدر باش نعارفوش كون اللي قال المصدر بللي اسكو الجاريدة هادي اللي راني يقرأ فيها هي اللي رايي اتأكد او المصدر قالوا لي بللي اكسبرس راهي اكدتو كده وانتا يا شغل كما يقولوا ما تحبش بن رحمة قبل ما نروحوا الاكسبرس ندخلوا باللي فوت ميركاتو هادي يا فاننسية البالح خرجت خبر على بن رحمان بوم شي خبر تحكي امور وتقول لك واحد من خلينا وش حكات قاعد وتقول لك واحد من لم يكون اداءه الطاويلة في اوروبا حيث تم انتخابه بشكل ملحوظ لاعب في شهر يناير يعني في شهر يناير كان انتخابه في احسن لاعب يعني في الدرجات التانية فان لاعب كورة القدم بموجب حتى بموجب عقدي يعني حتى عام 2022 لم يخفي ابدا ان لديه طموحا مؤخرا في الانستغرام مباشر في واحد البت مباشر مشتوش العلم عند الله جريد اميركاتو راهي تقول هادية تقول لك قال اامل يعني بن رحمة يقول ااملوا ان العبا في الدوري الممتاز الموسم المقبل ان شاء الله تقول لك وقد يحدود ذلك هذه الصحيفة راهي تقول هكذا ثم هادك اللي يأمل بن رحمة هو اللي قال في الانستغرام في بيت مباشر وصحفة هادية تقول لك وقد يحدود ذلك تقول لك تم ربط اسمه بالعديد من الفرق الدوري الممتاز في الاسابيع الاخيرة وقد تم الاستشادة بان تشالسي وارسونال وليستر وويستهام واسطنفيا كنوادي يحتمل يحتمل يعني ما راهيش تأكد راهي تقول بللي هاد النوادي الاشاعة الاسابيع اللي فتت خرهايلك الاندية اللي خرجت الاشاعة بللي كما قوله محتمل أنه كما قلوه محتمل أن تكون مهتمة يعني هذه الأندية محتمل أن تكون مهتمة بوسائل الإعلام المختلفة هذه وما الجرائد اللي راهم والصفحات اللي راهم يقولوا راهوا في تشالسي راهوا في أرسون راهوا في كدر يقولك هذه الأندية ممكن يهتموا بالأخبار هذه فهمتوا وش رأنا نقول لكم وهذه هي اللي قلنا لكم من ذلك الجرائد يدير أخبار كما قلوه تعرض اللاعب ولا كان باريكزون كما قلوه لي مراجر يدفعوا دراهم الجرائد والجرائد تنشر أخبار باش يجبدوا انتباه الأندية المهم راههم كما راكو تشوف فيها فيها بالعربية الإعلام المختلفة ويبقى النارة سعر براندفورد يعني نشوفوا السعر براندفورد شح راهم طالبين وقلنا واحدة الجرائد راهم قالوا باللي راهم طالبين 25 مليون أورو درناها كل الجرائد والله حكينا عليها البارح البارح ولا لول بارح قال لك يمكن أن يكون له بيع كبير آخر بعد سعر نيل موباي في برايتون مقابل 20 مليون أورو الصيف الماضي يعني أقوى سعر اللي من الدرجة الثانية تباع للدوري الممتاز هو 20 مليون أورو هو كما قولوا الريكور قال لك سعر هاي خلاص جريدة أخرى هنا بالعنوان تقول لك ويستهم يقاتل أرسولان من أجل سعيد بنا رحمة وكي تشوف يقول لك باللي جبناه من الخبر من فوت ميركاتو يعني علش قلت لكم فوت ميركاتو هي اللي جابت الخبر لبالها حضرت موضوع برك ما جابت حتى خبر موضوع فيما قلت لكم والجرائد بدأت الجرائد باش تخدم ما كانش خدمة هادلية ما كانش شركوا عارفين مع الواباء يجيبوا يقول لك هاي الجريدة الفلانية قالت باش يبيعوا هذي هي يقول لك وهنا يا وبحسب فوت ميركاتو هاي الجريدة وش رأي تقول وبحسب فوت ميركاتو فإن ويستهم يونايتد في السباق لتعاقد مع مهاجم برينتفورد سعيد بن رحمة هذا الصيف تذكر وتذكر تانيك أنه أرسونال أسطنفية وشيلسي وليستر سيتي كواجهات محتملة في تقرير مع تحديد ويستهم هذي ده هنا ينجو للإكسبرس إكسبرس يا أخوتي اللي قلتولي كما ركو تشوفوا له هنا كي تقرأ العنوان تحا تبالك باللي باريزوم أرسونال يستهدف انتقال جناح دول 35 مليون لكن شيلسي أجر اتصالات رسمية ولكن كيف تهبط لهذه الجاردة كيف تهبط للتحت لكذا تقول هاي لكي ما ركو تشوفوا رسميا من جاردة لقازات بلين هذي إكسبرس رهي تقول بلين رسميا على حسب ما قالته جاردة لقازات يعني هذى الكلمة رسميا قالتها لقازات ما قالتها إكسبرس هاي المصدر هاي كاتب هنا بلين جاردة لقازات هي اللي راهي تقول لا نحن بمنح ذلك. لماذا يضع لكم الجرائد في القناة؟ ولماذا نقول لكم دائما يدخلوا الجرائد؟ أنت دخلوا الولينك لجريدة على الجريدة وشوفوا ما هو المصدر الذي أحصلت منه لماذا يمكن أن تضعوا الجرائد؟ لنا لم يضعوا الولينك بلاك وقالت الخبر وقلت بلاك ولماذا نضع لكم الولينك تحت الفيديو لتأكدت لكم لدينا جريدة الفلانية وكذلك قالت هذا هو المفهوم فتحول الى جرائد وانه يدخل من اصل المصدر وكانوا بيث جرائد وكانوا يتقلون مريار جاري دار وكانوا تحولون هذه الأخبار يجب أن تتابع في ميركاتو وكما تتوى ثلاث و٣ ايام ووالوا على ابن رحمة في ميركاتو اتذكرت موضوع الجرائد وكانوا خطفوا الموضوع من عندها وكانوا يقولون ارسونال وكانوا يقولون اي اذكرت اسماء كامل هذا هو الموضوع من ابن رحمة سماعيل برنصر كما رأيته PSG TALK PSG TALK PSG قريبة مقربة يقول لك لا نقرأها كامل يقول لك يسعى يسعى باريسان جرمان للبحث عن لاعب خط وسط على عالي الجودة يقول لك يتكلموا هنا على الشرط الجزائي بقيمة 50 مليون أورو ويقول لك إذا كان اليونار المدير الرياضي في باريسان جرمان يريد التوقيع مع لاعب خط الواسط البالغ من العمر 22 عاما فقد يحتاج إلى التصرف بسرعة وحسم وحسم السفقة هذه قال لك المدير الفني منشيستر سيتي بيب غوارديولا ورد أنه ورد أنه بالأحمر أنا دائما ما نفوته ومش ندخل نعبص ومش كاين تماما ندخل باش نشوف ودك نقول لكم وش ألقيت ورد أن ابن ناصر مؤخرا كما قلوه اتصل مؤخرا لإقناعه بالانضمام إلى الدور الإنجليزي الممتاز كما قلوه هادي البي اس جي طالك راه تقول الوسم على البي اس جي لا ركو حبيت الدواء غير رح يجيبوهن لا تقلوه اتصل مؤخرا لأنه غوارديولا على حسب أين وردها بالأحمر دخلنا لقينا ديليميل تحكي في الموضوع باللي كما قلوه بيب غوارديولا التصل شخصيا بالناصر وديليميل هادية تقول باللي رمسي لماذا قلت لكم أن التوجون تبع الروابط ما دام هادية اعطت لي الروابط دخلت لقي ديليميل ديليميل اسكو هادية قلتها ديليميل لأن المصدر التاحة اللي عرفنا باللي رمسي هي اللي قلته البارحة دخلنا ديليميل لم تقرأ العنوان على ديليميل ونرميلكم وقلت لكم هاي لك ديليميل اكدت لا اصدنا هبطنا في ديليميل قيناكي ماركوا تشوفوا الهناب اللي جابت المصدر من الارامسي هذه هي يا خوتي دائما كي تقرأ الجرائد تقرأ الجريدة كاملا ما تقرأ العنوان العنوان هادية صفحة وبعد كي تدخل يقول لك يا ولدي انا ما قلنا والو هاوليك هادو هما اللي راهم يقولوا وانت تدخل في اللي دو كبرنا رحمة انا ما نجيش نكدب عليكم ونقول لكم باوليك الجرائد قاعة رهيتو اكد والجرائد قاعة كي تدخلها مكتوب باللي جابت الخبر موسمو لاغازات دو فينك الجزائرية المقيمة في فرنسا المصدر الواحد اللي قال الخبر هادا يا قالتو جاردة لاغازات دو فينك ما نقدرش نكدب عليكم اخوتي انا هادي هي نجي نعطيلك المصادر ونعطيلك الحقيقة واشكين واشماكاش ما نعطيك العناوين على الجرائد ونخبيلك واشكين من التحت هادي اما ما تلقاوهاش عندي بايدني الله عز واجل واللي راهو متقبلها متقبلها واللي ما روش متقبلها ما يقول ليش باللي ما ركش حيبت رأى ساعد بنا رحمة يروح للشالسي وانا اللي نجيب لك الفوت نقول لك روح جري فوطي رأى هم يفوطي واسكو ساعد بنا رحمة يليقب الشالسي ولا لا 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 نتمنالوا قلتها الف مرة بللي نتمنالوا يروح للشالسي لان شالسي هو الفارق كما يقولوا اللي رانا حابين يروح له جزائري ومدى بينا بالبزة كنا من تمنيين ريض محرز يروح للشالسي بنا رحمة دكا باش يروح للشالسي مدى بينا كامل وانا ما ننقلوا الاخبار كماهية ما نزيدوا ما نقصوا هذا هو المطرح خوتي ما انطبوش عليكم وقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام السلام عليكم